تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة معركة تخوضها الشرعية بالتوازي مع مواجهة ميليشيا الحوثي وهي معركة تبدو أكثر صعوبة حيث تواجه الشرعية تهديدات من داخلها تعرقل تواجدها تستهدف تلك التهديدات وفق اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة تطبيع الأوضاع التي تقوم بها الشرعية وأكدت اللجنة في اجتماع لها برياسة محافظ شبوة علي الحارثي على أهمية التصدي لكل من يحيك المؤامرات الداخلية واتهم وزير النقل صالح الجبواني ما أسماهم بالمرتزقة والماجورين بالوقوف خلف حالة الفوضى الأمنية في شبوة اللجنة الأمنية شددت على همية حجد النخب الاجتماعية في شبوة ضد الاختلالات الأمنية وأوضحت اللجنة أن جهات تدعي تبعيتها للدولة وقفت وراء عملية الاعتداء الأخيرة على أحد مراكز الشرطة كانت قوات من النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات قد اقتحمت الاثنين الماضي مقر شرطة مديرية الروضة وفق بلاغ صحفي لمدير الشرطة فإن قوات النخبة أفرجت عن قائد شرطة المديرية مجاهد الحميري بعد أن اختطفته لساعات ليست هذه الحادثة الوحيدة فقد شهدت المناطق المحررة سلسلة تهديدات من قوى سياسية وعسكرية كان أبرزها محاولة الانقلاب في عدن تهديف حسب مصادر حكومية إلى عرقلة أداء الشرعية لمهامها تتهم جهات رسمية قوات النخبة الشبوانية بعرقلة تطبيع الأوضاع في شبوة من خلال الاعتداء على مؤسسات حكومية وهي ذات التهمة التي وجهها ناشطون لقوات مدعومة من الإمارات في عدن والمناطق المحررة يأتي هذا في ظل تنامي الاستياء الشعبي من الميليشيات التي تعمل خارج إطار الشعية